هما قالوا دلوقتي امامنا العسكري. يعني مين اللي طلع قال امامنا العسكري? وهما كلهم مش وراه. في بعض الرواية ذكرت انه عقيم. فقالوا لابد من امام. طب هنعمل ايه? قالوا ده جاب امام. طب مراته حملت وولدت امتى? قالوا في يوم وليلة. حملت في يوم وليلة وجابته. طب من اللي شاف الحاجات ديت? من اللي شافها ويبتولد وشاف الولاء حكيمة عمته. عمته اسمها حكيمة. طب حكيمة دي فين? كل هذه في رواية الشيعة. طب حكيمة دي فين? اه اذا نرجع لكتب الرجال عندهم نجد ان حكيمة دي انسانة مجهولة. التقية. التقية دي. ان انا اقابل السن دين ضعيف جدا. دين الاثنى عشرية دين ضعيف جدا. اقابل السن اقول له نحن اخوة نحن يد واحدة. اه زي بدنا شيعه يا سنة. ايوة. ويقول لك السيد السيستاني قال السنة انفسنا اه لا تقولون على السنة اخواننا بل انفسنا. وهم مع ذلك يرون في عقائدهم كفر اهل السنة والجماعة ولكن دي التقية اللي هو يظهر بخلاف ما يبطن عندهم في كتاب الكافي باب. اسمه باب الكتمان. هل سجد النبي صلى الله عليه وسلم على التربة القربلائية? هل سجد علي على التربة? هل سجد الحسن او الحسين او اي امام من ائماتهم? ما في امام من ائماتهم عمل التربة اللي انت بتشوفها ديها لسه من متين سنة. وعلم شيء اسمه القركي. هو اللي عمل التربة اللي بيسموها التربة المطبوخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك في قاعدة جديدة من افاق. معنا النهاردة ضيفنا وحبيبنا دكتور رامي عيسى باحث ومتخصص ما شاء الله في الملف الشيعي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا صالح. انا سعيد جدا ان حرك موجود معنا النهاردة غنيمة. هنستغلك في معرفة المذهب الشيعي كله. ان شاء الله. الله يحفظك ومبارك فيك يا دكتور. ان شاء الله. دكتور خلينا نبدأ من الاول انت ما شاء الله ليك من ناظرات وحلقات كثيرة جدا في الرد على المذهب الشيعي. ايه اللي خليك تتجاه الاتجاه ده? وامتى بدأت? الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. اهلا بيك يا صالح. شرف لي والله يعني. الله يا سيدك. وشرف لي ان اكون في قناة الندى هذه القناة الحبيبة الى قلب كل موحد. طبا. اصلا الله ان يوفق هذه القناة والقائمة عليها اللهم امين يا رب. يعني كملف وكهذا الاتجاه صراحة الحرقة اللي قد تأتي في قلب كل مسلم تجاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف واحد بيسيب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ويتقرب الى الله. بلا عن خير هذه الامة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سواء ابو بكر وعمر رضي الله عنهما عائشة وحفصة عثمان رضي الله عنهم اجمعين. فبتأتي في قلبك حرقة اني لابد انك يكون في حد في الامة يدافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس اجيد جا وقت معين كده اننا لا لا كلنا فينا حرقة وكره ليهم. بس جا وقت معين كده قلت لا لازم اخصص نفسي للرد عن ملف الشيعي. امتى كان الوقت ده? والله يعني ممكن من قرابة حوالي تلتاشر سنة. ما شاء الله. كنت اه وكنت في البدايات لسه ففي برنامج اسمه بلتك اه كنت بدخل اسمع اه حوارات اسمع عقائد هؤلاء. واسمع سب اسمع غلوه في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من اشد العقائد عند الشيعة الغلوه في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالاقص خمسة. علي وفاطمة والحسن والحسين والمهدي. ومهدي الشيع غير مهدي السنة. المهدي عندهم هو الامام الثاني عشر. وراجل حي عايش باهله الف ومتنون وخمسين سنة. اه. اه. وبيعتقدوا بذلك. بل واللي ينكر ذلك يكفروا. والغلو الفاحش عندهم في اهل الخمسة اللي انا قلت عليهم. علي وفاطمة والحسن والحسين. انا اخطأت في كلمة المذهب الشيعي. والله في الحقيقة انا كان عندي ضيف حوالي اربع تياب. فكان جلس معي في المكتبة. فشاف اه مكتوب كتاب عندي مكتوب المذهب الخمس. فقال لي ايه ده? مش هم اربعة فقط. هو ما بقى خمسة امتا? فقال لي لا ده ده كتاب الشيعي. الشعب يحاولوا يحط انفسهم انه هم مذهب خمس. يعني عندنا الحنفي. الشافعي. الحنبلي. المالكي. يقول لك لا واحنا الخامس. واللي يشوف اصلا هذا دين بخلاف دين الاسلام البتة. طب مش كلنا مسلمين. ايه الفرق اصلا بين الشيعة والسنة? معظم الناس ما يعرفوش الاجابة دي. خلينا اسألك سؤال. وانت هتجاوب على نفسك. لو انت امامك واحد بيقول القرآن اللي معك دوت من الصحيح. القرآن اللي انت بتتعبد به لا. المصحف الصحيح. الامام علي اخفى عن الامة. واعطاه لولده الحسن. والحسن قبل ما يموت اعطاه لولد الاخي الحسين. والحسن قبل ما يموت اعطاه لعلي ابن الحسين زين العبدين. الى ان وصل الامام الثاني عشر عندهم. والقرآن اللي معك ده من الصحيح قرآن محرف. ده ينفع ان نقول عليه يا اخويا. لا طب. لو واحد امامك بيقول لك اه خالق الكون علي ابن ابي طالب او الذي يرزق علي ابن ابي طالب. ده ينفع اقول اخويا. طيب انا كواحد عامي مش فهم حاجة. بقول ان اي واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ده مسلم. فانت دخلتيني في حوار كبير اوي. فامتا التشيع بدأ اصلا. طيب خلينا قبل ما اوضح لك التشيع بدأ ام ده? يعني انت بتقول لي مسلا واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وقاله وسلم. اه انت لو متوضي. متوضي. واحدثت اخرج الانسان الريح. دخل الى الخلاء. هيعمل ايه? ينفع يصلي? لا طب ان لازم ان يتوضي. ليه? يبقى حدث ناقد من نواقد ايه? ففيه برضو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وقاله وسلم. لا اله الا الله دي ليها نواقد. لو الانسان اتى بنقد من نواقد لا اله الا الله خلاص. فمثل هذه النواقد اللي هما بيفعلوها اللي احنا نتكلم عنها ان شاء الله. لكن امت بدأ التشيع? انا ذكرت في اكثر من حلقة وده موجودة على اليوتيوب. وذكرت هنا في قناة الندم من حوالي عام ونصف. اه حول عبدالله بن سبأ اليهودي. البعض يقول شخصية حقيقية والبعض يقول شخصية وهمية. والرجح انها شخصية حقيقية. انا هتكلم بمنطلق المفهوم الشيعي. في كتاب اه لعلم شيع اسمه ان هو باختي. وفي كتاب اه للقمي وفي كتاب رجال الكشي. وفي غيره ذكروا ان شخصية عبدالله بن سبأ اليهودي شخصية حقيقية. وذكر كبير كبار من علماء الشيعة. يعني واحد مثلا اسمه عبدالحليم الغزي صاحب قناة كبيرة عندهم واستاذ في الحوزة قال شخصية حقيقية بروايات صحيحة لديهم. كما الحيداري وغيرهما. عبدالله بن سبأ اليهودي ده كان سبب الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه حتى لا يتوسع الامر منه. وهو قالوا في هذه القتب اللي انا قلتها ان عبدالله بن سبأ اليهودي وضع ثلاث عقائد. اول عقيدة هو يهودي. كان يقول يوشع وصي موسى. يوشع ابن نون عليه السلام وصي موسى عليه السلام. يهودي. فقال بمقولته هذه حينما قال انه مسلم. قال فعلي وصي محمد. فعقيدة الوصية اللي موجودة عند الشيعة الانديات هذه العقيدة اصلا عقيدة يهودية. وما بقول الشيعة احنا بنتكلم على الشيعة الاثنى عشرية. طيب اه خلينا اتطرق له بعدين لان انا اسمات في انواع اول الشيعة. اه. بس انا مقصدي يعني اللي هم اللي موجودين دلوقتي. الغالب. اه اللي موجودين في ايران. اللي موجودين في حزب اللات. اه. اللي موجودين في العراق. اللي موجودين في البحرين. اللي موجودين في السعودية في الكويت الغالب. تسعين في المائة يعني. هو ايه يعني ايه الاثنى عشرية ده? ويعني ايه الزايدية? ويعني ايه الاسماعيلية? طيب خلينا بيينها لك ان شاء الله. بس اكمل مقولة عبدالله بن سبق اليهود التلات عقائد لوضعهم. تمام. وبينهم لك ان شاء الله. آآ وضع عقيدة الوصية زي ما احنا قلنا. قال ان يوشع وصي من? وصي موسى فعلي وصي نبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ووضع عقيدة ان علي هو الرب. قال ان علي هو الرب. واحنا فيه معممين الان يقولون علي ربنا يوم القيامة. وعرد في القناة هنا اكثر من مرة يخرجون يقولون علي ربنا يوم القيامة. يخرج من الملة صريح. طبعا. ويقولون علي قصيم الجنة والنار. يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. فوضع عقيدة الغلوفي علي رضي الله عنه. واختلفت رواية قيل ان علي حرقه من دبن من حرقهم. حتى ابن عباس رضي الله عنه. هما انقر هذا على عليه رضي الله عنه لكن تحط نفسك مكان واحد بيقول أنت الله وفي بعض الروايات أنه هو هارب وبعد ما تحرقه بالنار قاله أنه هو لا يحرق بالنار إلا رب النار وكل أعوذ بالله وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم حد يصدق أن حد يعبدوا عقل عبدوا العجلة لأنهم أشربوا هذا بسبب كفرهم عقيدة الغلوب وعقيدة عليه هو الوسي والثالثة عقيدة البراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دول هما اللي اختصبوا الخلافة وقتلوا أهل البيت ويقصد بذلك أبو بكر وعمر وعثمان والثلاث عقائد دول موجودين عند الشيعة دلوقتي فده بدأ التشيع من هون بدأ توسع التشيع من هون من أول عبد الله بن سادس سؤالك بقى كنت إيه الفرق من الشيعة الاثنى عشرية والزايدية والاسماعي دي هو طبعا فيه فرق يعني في كتاب رجال الشيعة لنوبختي على ما أذكر وهذا كتاب رجل شيعي قال إن الشيعة عدد الفرق أكثر من حوالي سبعين فرق نعم هما أصلا يعني حتى الشيعة الاثنى عشرية اللي احنا بنتكلم عنهم الآن فرق من الداخل يعني فيه شيعة في إيران بيكفروا خمينئي ويكفروا الجمهورية المسلمة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ويرانونهم على باطل لأنهم عندهم ولاية الفقه ولاية الفقه يعني اختصبوا الخلافة من الإمام المهدي حاجات كده بيكفروا بعد كثير وفي العراق فرق فرق يكفرون بعض ولكن يجتمعون جميعهم على أهل السنة والجمع وهذا عندهم يعني يتقربون إلى الله أنهم يجتمعوا لإذاء أهل السنة والجمع طيب دول الاثنى عشرية عندنا الإسماعيلية الفرق ما بين الشيعة الإسماعيلية والشيعة الاثنى عشرية الشيعة الإسماعيلية يرجعون هما أقرب الفرق إلى الشيعة الاثنى عشرية نحن بنتكلم عنهم الآن هما ليه الإسماعيلية هما يقولون الاثنى عشرية الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ علي ثم الحسن ثم الحسين إلى أن يصل الإمام السادس وهو جعفر الصادق والشياء الاثنى العشرية يقولون بذلك أيضا إلى أن يصلوا للإمام السادس عند الإمام السادس بقى الإمام السابع يختلفوا فيه فالشياء الاثنى العشرية يقولون الإمام هو موسى ابن جعفر الصادق الإسماعيلية يقولون لا الإمام السابع هو إسماعيل ابن جعفر الصادق فعشان كده اختلفوا من أوه هنا بدأ الاختلاف لكن يعتقدون بالإمامة يعتقدون بالعصمة يعتقدون بالرجعة تعرف يعني إيه الرجعة؟ الشعب يعتقدون أننا كلنا هنموت طبعا خلينا نبدأ ده ناخد حاجة حاجة يعني إيه الإمامة؟ مصطلعين المتشر جدا عندهم الإمامة هقول لك الإمامة الإمامة دي أهم عقيدة من عقائد الشيعة وهي ولاية الولاية إن فيه ركن اسمه الإمام لذلك عندهم في أصحك تابع عندهم كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكوليني أصحي كتاب عند الشعكة البخاري عندنا يقولون بني الإسلام على خمس أول ركن من أركان الإسلام هما حزفوا الشهادتين وقالوا بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم ينادى بمثل ما نودي بالولاية يعني أهم ركن في الخمسة اللي هو الولاية ولاية الأئمة الاثنين عشر هي الإمامة اللي تبدأ بعليه رضي الله عنه وتنتهي بإمامهم اللي هو عايش بقاله ألف ومتين سنة كما يزعمه وقالوا ترك الولاية كافر نجس حلال الدم والمال يعني في فرق من الشيعة دول بيكفروا السنة وبيستبيحوا دماءهم الاثنين عشرية هذي عقيدتهم لكن انتبه أي مسلم ما يفرقوش بين عامي لا 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 عندهم ترك إمامة عليه كافر نجس حلال الدم والمال حلال الدم والمال ويسمونه بالناصبي لأنه أحب أبو بكر وعمر أحب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بس هما عندهم عقيدة برضو من ضمن العقائد عندهم اسمها التقية التقية دي إن أنا أقابل السنة دين ضعيف جدا دين الاثنين عشرية دين ضعيف جدا أقابل السنة أقول له نحن أخوة نحن يد واحدة زي بدنا شيعة ويا سنة ويقول لك السيد السستاني قال السنة أنفسنا لا تقولون على السنة إخواننا بل أنفسنا وهم مع ذلك يرون في عقائدهم كفر أهل السنة والجماعة ولكن دي التقية اللي هو يظهر بخلاف ما يبطن عندهم في الكتاب الكافي باب اسمه باب الكتمان ثم يذكر الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال يا معلى أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله فيقول لك إن انت دينك اكتموا اكتم العقائد دي لذلك كان كثير من علماء المسلمين قديما لا يعرفون كثير عن الشيعة لأن كان الشيعة عندهم الكتمان والطقية وكتبهم ما خرجتش ما خرجت كتبهم للأمة وشافوا صدموا بهذه العقائد يعني مشايخهم بيقولوا كده مشايخهم بيقولوا كده بيسمى الشيخ بتاعهم معمم صباح نعم هو أولا الإمام عندهم بقى ما قلنا لهم خلاص بيقولوا لا بد في كل زمان ومكان إمام إمام للأمة كاملة لا إمام للأمة كاملة فقالوا لهم طيب من إمامنا في هذا الوقت قالوا محمد بن الحسن العسكري أين هو؟ مختفي طب هيظهر متى؟ هيظهر مختفي مين اللي بيقول كده؟ هما الشيعة كلهم مين في الشيعة اللي بيقول كده؟ في مرجع بيقول كده؟ كل الشيعة يعني جابوا الكلام ده منين يعني؟ من أنقر الإمام الثاني فقد كفر يعني هما قالوا دلوقتي إمامنا العسكري يعني مين اللي طلع قال إمامنا العسكري وهما كلهم مش وراه؟ هقولك هما أولا هما بيقولوا إمامهم الحسن العسكري ده الإمام للأحداشر تمام في بعض الرؤية ذكرت أنه عقيم فقالوا لابد من إمام طب هنعمل إيه؟ قالوا ده جاب إمام طب مراته حملت وولدت إمتى؟ قالوا في يوم وليلة حملت في يوم وليلة وجابته طب من اللي شاف الحاجات ديت؟ من اللي شافها ويبتولد وشاف الولاء؟ حكيمة عمته يا عمته اسمها حكيمة طب حكيمة دي فين؟ كل هذه في روايتي الشيعة طب حكيمة دي فين؟ إذا نرجع لكتب الرجال عندهم نجد أن حكيمة دي إنسانة مجهولة شخصية مجهولة أثبتوا هذا على شخصية مجهولة طب هو فين الآن؟ يقولك في الجزيرة الخضراء فين الجزيرة الخضراء؟ نعم حتى في واحد اسمه السلقلقي ياسر الخبيث خرج وقال قد يكون في الجزيرة الخضراء عندهم عقدة اسمها عقدة المتعة آه معروف فيقولك حتى لو إحنا فتحنا وروحنا كواكب زي كواكب المريخ ولا حاجة يجوز لو جاءت كائنات فتايا تتمتع نعم نعم ما تركوش أي شيء طب فيه ناس بتقابل الإمام ده ولا ما فيش؟ قالوا فيه فضحهم عالم يعني قريبا اسمه كمان الحيدري وأسألان يشرح صادره يا رب أكثر وأكثر قال كل من قال أنه قابل الإمام فهو كذلك علماء الشاعر القدامى قالوا هو كان الإمام بيظهر لأربعة السفراء الأربعة ده ألب الصوفية السفراء الأربعة فالسفراء الأربعة للإمام بيظهر لهم كل واحد كان الإمام يظهر لهم ولهم خدوا الفلوس من الناس ويعطي شبهتين وحاجات روايتين كله كذب يعني يظهر لواحد مات التاني بعد الرابع لهم تلاتة بالله العظيم ما نظاهر وخلاص واختفى فكان في غيبة صغرى الغيبة صغرى كان يشوفها أربعة وبعدين غيبة بقى غيبة إيه؟ كبرى كبرى فاللي إحنا فيها دلوقتي الغيبة إيه؟ الكبرى فبيقولوا آه بيقابل الناس بس معينين وطبعا كذا بقى طب مين المرجع دلوقتي هو بغيبة كبرى؟ أيوة هنا قال لك الإمام قبل ما يغيب لازم أن إحنا نرجع لأحد قالوا المين؟ إما إحنا قلناه من نبي مات صلى الله عليه وسلم مين اللي بلغنا الدين بعد النبي يا صالح؟ الصحابة الصحابة فإحنا قلناه النبي مات صلى الله عليه وسلم وربنا أثنى على الصحابة في أكثر من مئة آية فأنا أخد ديني من الصحابة والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصر والذين تتبعوهم تتبعوهم فأنا بتتبعهم وباخد ديني منهم وربنا أثنى عليهم في أكثر من مئة آية قالوا لا لابد من إمام معصوم تاخد منه دينا مين هي حدده؟ هم قالوا خلاص النبي حدده وربنا حدده هو علي بن أبي طال طيب أنا وإنت دلوقتي أمر كلم في الزمان ده أيوة مين بقى نحن بنلزمهم دلوقتي نقول لهم طب إحنا في الزمان اللي إحنا فيه ده إنتوا قلتم إن إحنا ما ناخدش ديننا من الصحابة وناخد ديننا من شخص واحد معصوم موجود فين الإمام؟ قالوا مختفي بيداخدوا دينكم منين؟ قالوا من المراجع العلماء فراجعوا إلى ما فعلوا أهل السنة والجماعة من 1450 سنة بعد ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماء الشعب دلوقتي الشعب ياخدوا منين؟ يقول لك من المراجع اللي هم العلماء الكبار عندهم مع إن المراجع كمان بيكفروا بعض يعني المراجع عندك مرجع اسمه صدق الشرازي من كبار مراجع الشعب يكفر خامينئي ولا يجوز الصلاة خلف خامينئي وعندك واحد اسمه مشتبه الشرازي برضو يقول لك خامينئي ملحد أي والله ده لبخ جامد عندك مقتدى الصدر يكفر الصرخية الصرخية ده مرجع اسمه صرخي صرخي مرجع قبيح لعب لعبة والأسف دخلت على كثير من أهل السنة والجماعة الأونة الماضية ده تلعب وأنقر كثير من عقائد الشيعة وقال السنة عائشة نتردى عنها ودلوقتي لكن الحمد لله يعني العقلاء لم تدخل على الناس اللي فهم أمثالها هذه الشخصيات الخبيثة التي تستخدم التقية دلوقتي نزل طعنف سيدنا عمر وطعنف حرقوا مساجده عموما الشيعة ما اختلفوا معاه هم عندهم كده اختلف معاك يحرق مسجدك يحرق المصاحف ده يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بيدلك طب فيه بقى مرتبة بعد كده من المعممين احنا عندنا بقى أكبر حاجة أكبر رأس الوقت المراجع أكبر مرجع الآن اتنين السستاني والسستاني ده زي أمون عندنا عارف أمون اللي عندنا لا هتسمعوا لو أحس ولا خبر كل فيديوهات قاعد عامل كده راجل عند ربعة وتسعين سنة ولا لي أي حاجة وانا عند ربعة وتسعين سنة كنت نظرت أحد علماء الشيعة أكثر من مرة قوله يا عمي عايز فيديو واحد ليه وبيتكلم عايزه وبيقرأ الفاتحة مش هو أكبر مرجع وقاعد في القوفة الآن طب لماذا لا يخرج ويصلي مع المسلمين في المسجد يعني عليه رضي الله عنه كان يخرج في أزقة القوفة ويصلي إمام هو لا السستاني لا بيصلي إمام ولا مأموم ولا بيخطب هو ده اللي بيعين بقى المعممين ده المرجع ده أكبر حال وبعد المرجع في عنده الوكيل وقلاء المرجع الوقلاء دول هما اللي إيه بقى بيجمعوا الخمس هما دول اللي إيه لعملينها عصابة أيوة وعندهم رواية في الكتاب الكشكول أنا بعتذر لهذا اللفظ يعني يقولون من لم يدفع الخمس فهو ابنه زنة فيخوفه الشيع يقول لك هبقى ابن زنة ويعني أنا الخمس من كل فلوسه الخمس يعني أنت معك السنة كلها خمس المال اللي أنت ايه دخل حتى لو عندك ثياب داخلية بيخمس يعني السيستاني بيقوله لو عندك شوية مصامير وكنت عرضت أنا الوثيقة من فتاوى السيستاني فتاوى مكتوبة طبعا لأنه لا ليه صوت ولا أي حاجة ولا صوت ولا صوت يقولك لو عندك شوية مصامير واتدخرتها سنة وعد عليها سنة تخمسها ثياب وملبستهاش سنة تخمسها سيارة وشايلها دين سبوبة يعني عشان ياخدوا فلوس مني فالمرجع طبعا حاجة كبيرة مش هينفع أنه هو ينزل بنفسه ياخد الخمس فمخلي ايه وقلاء تماشا الله يا دكتور يعني أنا بشفل حدك من نظرات كبيرة جدا يعني شفت حدك تشتمت قبل كده وتثبت وتكفروك وفيه استباح دمك في حد هددك تهديد حقيقة يا دكتور والله كتير بس إحنا دينا نحس خلاص لا لا يعني حد هددك مثلا قالك هقتلك أو كلام من دور كثير طبعا يعني ده شبه يوميا حقيقي موجود طبعا ويعني قد تعرضت لمحاولتين اختيال من قبل وسهل الحمد لله فيه في مصر ولا هذا مرة كان في موزنبيق ومرة في بورندي وطبعا بعدها ومرة تانية طبعا الله أعلم إلا حدث لكن كان يعني كان واحد بيحاول أنه يختفي أو ما يظهرش مكانه لكن نصر الله أنه يعفزه هو يعني الطريق هذا لابد فيه بيخافه فيه خلاص لو تعرض لمحاولة اختيال مرة بيقول خلاص يا عم ما نعود في البيت وعمل لايفات لي أنت مكمن جرت عادة الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله ومن صار على دربهم أن يبتليهم فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم ببلاءين البلاء الإذاء المعنوي والإذاء الجسدي الإذاء المعنوي اللي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان من الإذاء المعنوي إن هم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي حد جاي يستقبلونه وأول ما يستقبلوا يحذروا من مين يا صالح؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذاء معنوي شوف لما أنت وقف أنت في البيت عندك وكبار المكان اللي أنت فيه وقفين على الباب قبل ما حد يجي يخش الحي يقول له انتبه ده فيه واحد هنا ساحر انتبه ما تسمع له ده واحد كذاب فالإذاء المعنوي اللي أذي به الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر بأبي هو وأمي حتى أنهم كانوا يقولونه كاهن ساحر مجنون وكان ينزل فيه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن هؤلاء المشركين أعرض عن هؤلاء الجاهلين أعرض واصدع فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أذي الإذاء المعنوي ما ما جاتش مرة كده يا دكتور قلت لأ استوب الحد كده يعني أو هريح شوية عشان الموجة عالي طبعا كان مثلا الوالدة الوالد رحمه الله الله يرحمه الله كانوا يقولولي بس أتذكر أتذكر الإذاء المعنوي اللي كنت بقولك عليه ده والإذاء الجسدي يضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور وبعدين في غزوة أحد تكسر ربعياته ويشج جبينه ويدخل حلقات المغفر في وجهه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهمسح الدم ويقول الله مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فالرحمة اللي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون في قلب كل داعية إن بارح كنت في حلقة فاتصل عليها الشئعي قال لي انت عارفني وقلت له لا قال لأ أنا المهتدي معاك من قبل في البرنامج وقلت له أهلا وسهلا بك اسمه صالح الله ربنا أعلم من الوقت آمين يا رب فقال لي أنا بشرك اهتدى معايا والله اتنشر واحد فقال لي حكم اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان بيتجه في صلاته إلى قربلاء قلت له هذا كفر رعوذ بالله كان بيتجه في صلاته إلى الكعبة هيصلي ويتجه إلى قربلاء قال لي اسلم معي اتنين شيعة موجودين معي اصحابي وقعدين معي وقلت له طب سلمني عليهم وخليهم يكلموني أنا في برنامج مباشر تابعا والناس بتشاهد الجمهور والحلقة موجود فقال لي بيكرهوك جدا عمرهم ما يكلمون قلت له قلت له قلت له والله ما بكره فيهم أن لا الأفعال لكن كشخص أنا أتمنى أنا هتتعجب يا صلح لو قلت لك أن أنا أتمنى للشيء أن يكون معيها في الجنة أي والله قال لي بنفسه والله أتمنى له بس المعاممين اللي انت نسأل عليهم وكاء مراجع وقلاء وبعد الوقلاء معممين وبعد المعاممين الرواضيين 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 اللي يقل لك ايه ويقل الاربع دول هم دعاء على أبواب جهنم أخذوا بأيدي الشيعة إلى الهلاك طيب انت حق قلت أنهم أفعالي الشيعة كلها كفر صريح طيب واحد عامي هيقول لك أنت كسني مكفر كل الشيعة والشيعة مكفرة كل السنة وكده هتحربوا بعض ونبعد عن اللي هم أعدعنا الحقيقيين أولا أنا مش بكفر كل الشيعة خالفني من خالفني أو وفقني من وفقني في ذلك أنا أرى قبار علماء الشيعة اللي أسسوا هذا ليسوا على الإسلام والمراجع والمعممين اللي موجودين وظهر لهم الحقيقة ولكن أنهم يعاندون وهم يعرفوا كده يعني أنا أعرف معممين يعاندون سبوبة بقى يعني سبوبة في إيه مش فلوس بس متعة متعة يعني واحد اتصلت عليه عملت أن أنا سيد شيعو كده ورث له سلام عليكم وعند صفحة أنا اسمي السيد حيدر المسوي عملها عشان نستكتبه لهم فسألته كم مرة تمتعت قال لي عشرة ده دي أقل حاجة فمتعة يعني كل يوم المتعة دي أني يقابل واحدة في الطريق يقرأ يسألها أنت متزوجة عندك أولاد يقرأ أول ما شوف أقول لها هتتزوجيني نصف ساعة تتزوجيني ساعة لربع ده بربع ساعة يتزوجها يوم ليلة وعلى مهر يقولها مثلا المهر إيه قلم قلم خاتم ساعة جنيه وبعد كده يقوم عامل ايه بعد كده خلاص خلاص ربع ساعة خلاص زنا مقنن عنده أيوة زنا مقنن فهو المعمم عنده ايه عنده المال وعنده الزنا فمش بحتاج حاجة تاني طيب ممكن توضح ليه إمتى المتعة حرمت وهل كانت يعني حل تحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر وكما قال الرواية حتى موجودة عند الشيعة يعني كده دكتور حدك بتقولي المعمم له الخمس ولو انه يتجاوز المتعة زي ما هو عاوز فكده مش عاوز حاجة من الدنيا خلاص انت ممكن ده ممكن يتزوج ألف يقول لا يعني انت عندك أربعة مثلا إنسان أربعة لا يتزوج ألف متعة ومش من حق السيدة انها ترفض ولا ده بالتراضي هي اختراضي بس ما بتلقى يعني فيه مرجع كبير اسمه بشير النجفي اهه تواصل مع المرجع كبير في العراق دولو سبحان الله المرجع إما السستاني من إيران بشير أفغاني أظن ما فيش حد مسلا من مكة من جزيرة العرب أيهم هما اللي مسكين دلوقتي أفغاني وباكستاني وهندي بشير هندي أهه أفغاني وباكستاني وهندي وإيراني دول أكبر أربع مراجع في العراق أفغاني وباكستاني أنا برضو مش مين بيختار النازي مين بيختار مين بيحدد إن ده مرجع والله يعني هي ممكن اختيارات من برا من بريطانيا ياه وده معروف يعني مسائل الله نريد إن احنا نتوسع فيها أكثر لكن هي الاختيارات من كده دلوقتي المرجع دوت بشير النجفي ده راجل عنده حاجة ممكن نكترب من حاجة وتمانين ولا حاجة اه تواصل مع أحد قريب منه جدا بيقول لي اخترفه معه من يومين لإنه أخذ بنت صغيرة وتمتع به يعني هما عندهم أعوذ بالله شهوة الحيوانية يعني سبحان الله خلاص بقى كل لذة بيعملها كل معصية بيعملها بل بينقلب الأمر إلى يظهر ما بين شو جوز بقى وكلام من ده طيب هل يا دكتور المعمم بيكون له جزء والإمام له جزء من الخمس والخمس ده بتوسع الكيكة دي بتتاكل ازاي بس خلانا اتفق أنا وانت والجمهور إن ما فيش حاجة اسمها إمام ولا بطف اما أنا تماما هم حطين الإمام إن هو كده بس علشان ايه السرق أما تتسرق اهه وتتزبط يقولك حق الإمام يغضب الإمام والكلام بتاعهم العبيد ده لكن هما خلاص بقى المرجع مراجع واخدين بقى الخمس بتأسم إزاي بينهم يعني هما في بقى تأسيم يعني مثلا عبدالحليم الغزة لان كنت لسه إليك عليمين شوية يختلف معهم ها فطلع صور فيديوهات وقال أكبر من أكبر شارعين في بريطانيا في لندن لأبناء السستاني المرجع السستاني من أكبر شارعين وبعدين واحد تاني صور قريبا سورة فيلا قصر قصر كبير جدا لابن من أبناء السستاني في لندن ده باب الفلوس دي من ايه يعني الخمسة في المية دول بيروحوا للسستاني هو يوزعهم على المعممين اللي أصغر منه ولا بياخد نسبة وبيت دلتان هما بيقول لك إيه بيقول لك ده تب يوزعهم على الفقراء بسيكله بيوزعهم على الفقراء لندن وبتاع فهي بتتأسم الله على ما دي اسمه بيقسموها خفية بينهم ممكن الله أعلم ممكن يكونوا قايلين الوكيل اللي يجيب فلوس أكتر هيطلع له هيطلع له كيف هو بيقسموها والمصيبة الشيعية يعني يطلع يقول ده أنا عندي ثياب داخلية نسيت أخمسها يطلع يخمسها لو مج لو عندك مج كو كما يقولون لو عد عليه سنة وما استخدمتوش وركنه يعني ده الحريمة عندنا في مصر الحمد لله لو أنا مش شيعيات كان زمان النيش ده كله اتخمس يعني كل واحدة ده نيش كل سنة يعني لو أي واحد من الشيعة من الاثنى وعشرية قبل واحد سني وقتله هل في الشيعة ده عليه زمد ولا لأ لأ بس هقولك على حاجة برضو اه يعني كد تكون دي صدمة لك انت تعرف ان أكتر من ستين في المائة من عوام الشيعة يرفضون هذه العقائد اللي بنقولها فأكتر من ستين في المائة بيرفضوا عقائد الغلو واللعن لأن بس المعممين اه ضغطين عليهم المراجع ضغطين عليهم طيب ايه السبب الاقبال الشديد من الشباب ده دكتور اه السوشيال ميديا كان لها عامل فعال جدا اه يعني اربعة وسبعين في حلقة يعني الموضوع سهل جدا سهل في بس هو اللي بيتصل وقال لي عمعات ناشر بنحسبها كذا اللي بيتصل يعني مبارح اتصل عليها واحد اه في بريطانيا شيع عراقي بس عايش في بريطانيا قال لي انا بطلت الحمد الله حتى صلاتي في مساجد اهل الصنة والجماعة اه ودوقه اصبح ودوق صحيح لانه ودوقهم غير ودوقنا صلاتهم غير صلاتنا صلاتهم الصلب الكامل انا بشوفها بيحطوا التربة الكربلائية دي دي لازم ان تكون من كربلاء طب لو والله ولا من كربلاء ولا يعني دي بيقولك من دم الحسين يعني زي يطلعوا الاطنان دي كلها والحسين مات في ايه مترين في مترين مثلا رضي الله عنه الشهيد السعيد الحسين بن علي الواحد بستغرب يعني النبي كان بيصال ايه يعني ليه قالوا انك لازم ان تسجد عالتربة ده سؤال احنا بنسأله لعقلاء الشيعة اه لو انت امامك تربة الان وبتسجد عليه انا سألت اكثر من عالم من علماء الشيعة ولم يجيب على هذا هل سجد النبي صلى الله عليه وسلم على التربة الكربلائية هل سجد علي على التربة هل سجد الحسن او الحسين او اي امام من ائماتهم ما في امام من ائماتهم عمل التربة اللي انت بتشوفها دي لسه من متين سنة وعلم شيء اسمه القركي هو اللي عمل التربة اللي بيسموها التربة المطبوخة تبقى في الحجم كده اصغر اكبر والمصيبة السنة ما بتتقبلش من غير لا هي ممكن تقبل بس يقولك ما تتتقبلش لو صليت على سجده ممكن ما تقبلش اه التربة دي مكتوب عليها ايه بقى الله حسن حسين يا ريتني جبتها معي لو تذكرت ولا كنت جبتها معاي جايب منها يعني عندي فيلم بس ما صليش عليه المصيبة مكتوب عليها الله الاسم الله تبارك وتعالى باسمونا الله ونعمالك طيب يعني احنا ممكن نقول يا دكتور ان اكتر شبهة وانت بتحاور بتلاقيها من الشيعة يعني بسألك فيها والله يوم شوهات كثيرة حينما يستدلونها من القرآن اولا كتاب الله تبارك وتعالى يا لأ لأ الشبهة اللي انت شايفها فعلا ان هي ممكن تشاكك واحد سني في مذهبه ولو ان ده قليل جدا لا هي قليل رقم اتنين هم بيستدلوا ببعض الآيات من القرآن الكريم على اهل البيت او بآية الولاية انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون بيقولوا ان هذه نزلت فعالية وهو كان راكع وتصدق بالخاتم اللي عايز يتوسع في هذه المسألة هيكتب على اليوتيوب برامي عيسى آية الولاية فبيستدلوا بالآية دي واستدلال باطل جدا برواية متهالكة رواها الثعلبية هو حاطب ليل لكن الشغوهات اللي بتؤثر في بعض عوامي اهل سنة والجماعة اما يأتوا باخطاء للصحابة يعني مثلا يأتي بخطأ لعائشة رضي الله عنه او بخطأ لأبي بكر او بخطأ لعمر ويأتي فالعم يقولك ازاي الصحابة يخطأ في هذا يا حبيبي ما فيش معصوم في الامة اللي من النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان الصحابة معصومين هذه تكون مصيبة اللي انت بتقولها لو قلنا في معصوم بعد النبي بقى الدين ناقص في نفس الموضوذة عليه الصلاة والسلام في نفس الموضوذة مثلا بيقولك كنت قرأتها يقولك مثلا ان نظام الحكم في الاسلام شورى بعد وفاية النبي صلى الله عليه وسلم ليه ابو بكر الصديق او صلى عمر بالخلافة نعم دي من الشبهات اللي بيلقوها اول حاجة الله سبحانه وتعالى قال وامرهم شورى بينهم بس ابو بكر ما جاش وقال يا عمر انت الخليفة ابو بكر شاور كبار الصحابة شاور ابو بكر رضي الله عنه كبار الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والبعد كان يقول ان عمر شديد بعد ما انشورهم لان عمر عنده شدة ولكن شدة في ايه في الحق شدة عمر في الحق رضي الله عنه كانت من افضل عشر سنوات في الامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت الصديق خلافة ابو بكر بس احنا ممكن نرد عليهم بهذه النقطة نقول له فاقتدى علي بابي بكر فجعلها عندكم عندكم ان الحسن خليفة من بعده فجعل نصنع نعلم زمن بذلك ما شاء الله طيب ليه يعني انا بلاحظ ان الشيعة بكرههم الصحابة كرها عظيم ليه الكره ده كله ليه بكرههم امهات المؤمنين يعني مع ان مثلا دول معدوش سيدنا علي رضي الله عنه بل ان سيدنا علي رضي الله عنه يعني بايع ابو بكر ليه هما بيكره ابو بكر زوج بنته زوج بنته لمن لعمر زوج بنته ام كلسوم لعمر حتى كان الفرق بينهم نعم طب ايه ساب الكره ده لو تتذكر يا صالح في اول حلقة قلنا مين اللي اسس التشيعة اللي هو عبدالله ابن ابن ايه ما عليش اللي هو اوصن ايوة سيدنا موسى عليه السلام كان وصيه يوشا علي ابن ابي طالب وصيه يcity الله لو شخصية واهمية العقائد الثلاثة اللي انا قلت عليهم اللي وضع عبدالله ابن سبق موجودة عندكم فلو قلنا انه مش عبدالله ابن سبق يبقى اللي اتى بعده شر من عبدالله خلينا اقولك ال الاسيسة اليهودي فاليهودي مشكلته مش مع ابو بكر وعمر مشكلته مش مع ابي بكر ولا عمر مع الدين مع الدين beasts عليه الصلاة والسلام هم أرادوا أن يدمروا الإسلام ورأس الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم عندنا القرآن الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبر معجزة نزلت عليها هو القرآن الكريم فقالك لو إحنا اتطعنا في محمد وأظهرنا اتطعني في محمد صلى الله عليه وسلم لن تقبل الأمة فقالك نعمل إيه؟ قالك إضرب الناقل يسكت المنقول من اللي نقل لنا الدين بعد النبي الصحابة فمن يأتي ويكفر الصحابة ويطعم في الصحابة ويسب الصحابة فما جاء أقول لك عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاص رضي عندك عليه إكس مش هتبصره طب ليه أمهات المؤمنين جاي لك في الكلام هو إما تعنوا في الصحابة أسكتوا مين أسكتوا القرآن وأسكتوا السنة وإما تعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم أسكتوا النبي صلى الله عليه وسلم محاولة ولن يسكت النبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فما طعنوا في عائشة رضي الله عنه واتهموها التي برأها الله من فوق سبع سماوات طيب ليه سيدة عائشة بالتحديد يعني أمهات المؤمنين في غيرها كتير سيدة حفصة أم سالمة ليه طعنوا في سيدة عائشة لأن عائشة رضي الله عنه أكثر من روت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ولأنها أكثر زوجة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر واحدة روت لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللي أمر عائشة تذكر لنا القرآن والحديث تعالى من يا صالح الله قال الله سبحانه وتعالى أي رقم أي واربعة وثلاثين أزن أو خمسة وثلاثين في سورة الأحزاب واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة الحكمة اللي هي إيه السنة فربنا أمرها بتبليغ القرآن والسنة فما هم شافوا كده قالت نطعن في عائشة وحفصة أكثر تنتعنوا فيها ويتعنون في رملة أيضا بنت أبي صفيان رضي الله عنهن ويتعنون في سودة متوقفين فيها شوية بيتعنوا شوية فما قال لك نطعن في يعني واحد جاي يطعن في عردي يبقى بيتعن في مين؟ بيتعن فيه انت عارف فيش يا اهتدى؟ قلت له لو انت الآن دخلت مسجد وإمام المسجد رجل صالح فانتعى الإمام من المسجد من الصلاة وسلم والتفت فانت كنت قلت مرحبا بهذا الشيخ الصالح الذي تزوج بامرأة فاجرة كافرة هل هذا الشيخ هيفرح بكلامك ولا هيغضب؟ هيغضب طبعا أي إنسان عاقل هيقولك هيغضب؟ فما بقى لك أنت إما بتجي تقول هذا الكلام على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي هيفرح ولا هيغضب بهذا الكلام؟ طبعا لو فكر الشيعي في هذا الكلام بعاقل هيعلم أن هذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم طيب دكتور خلاص احنا في ناس بعد ما سموا عن التشيع بيهدروا سيدنا علي رضي الله عنه حقا فعاوزين كلمة للأسف خرج فرقة الان وهي ناصبة من النواصل بتصل علي واحد كنت عامل بث على تيك توك من خمسة ايام فبيقول لي اريد ان اناظرك في علي ابن ابي طبط ولو كيف قال لي انه وقيت وقد بدأ يشتم ويصب عليه رضي الله عنه شفت النقيد موقع التكفير جيه جدا برضو من الكبت انت دلوقتي ما يلا غلو 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 اقول انت لا فرق بينك وبين الشيعة الان انت تعانت في علي رضي الله عنه الصحابي الجليل فتعنك في علي هو بيكون خايف يا دكتور هو بيكون خايف ان انا مسلا اتكلم واندح سيدنا علي رضي الله عنه بزيادة فاكون دخلت شوية مع الشيعة انا قتلك ده بيسبه لا نقصد في ناس كده يعني طب يبقى خلاص بقى انا خاف ان انا تكلم في عيسى عليه السلام لان في ناس بيقولوا عيسى هو الله اهه لو انا استهب قياسهم هذا الى هؤلاء النصارى اللي يقولون المسيح هو الله او ابن الله فخلاص انا مش مش هصنى على عيسى خالص ومش احب عيسى لا دكوف هو يعني مثلا يقول لك اخاف ان انا اقول علي ولي الله اه كده ممكن هو برضو انا اقول لك على حد في خطأ بيقع في كثير من اهل السنة والجماعة ما يأتي على ابي بكر يقول ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه اصمار رضي الله عنه علي كرم الله وجه او ولي يقولون الامام علي اه بالضبط ان قلت الامام علي فانت كده اثبتت الامامة او اه او لو هتقول الامام علي تقول والامام ابو بكر والامام عمر والامام عثمان والامام لكن ان انت تأتي وتخصص علي ابن ابي طالب بلفظ الامامة فقط دي شيء يعني حاجة مشاعه كثير جدا حدث ولا حرج بين اهل السنة والجماعة. تخصيص لفظ علي رضي الله عنه بالامام. وهذا للأسف يعني اثار ممكن بعض التشيع الفاطيم اللي كان في مصر ولا حاجة. لكن آآ علي رضي الله عنه كلمة كرم الوجه ولم ترد عن علي رضي الله عنه. آآ لم ترد في حقي ولكن في في شيء صحيح. لكن يقال علي رضي الله عنه. كما ان عثمان رضي الله عنه. كما ان عمر رضي الله عنه. لكن البعض بيتسيط بعض الاخطاء لعلي. نعم عنده اخطاء عليه رضي الله عنه. لانه ليس بمعصوم. نعم. لكن انا اجلس واتسيط في اخطاء صحابي من الصحابة. فانا تشبهت الان بالشيعة حينما يفعلون ذلك مع الخلفاء. اه ختاما كده عشان بيشر القضاء الوقت يا دكتور. ان شاء الله نكمل في حلقة تانية. احنا قلنا حالا على الامامة العسمة بقى. في عند الشيحة اسمها العسمة. نعم. بيراه يعني مين المعصوم او مين اللي بيدي العسمة دي او. احنا قلنا الامة عندهم ايه? اتناشر. اتناشر. الامة الاتناشر دول لابد ان يكونوا معصومين. معصومين من اي خطأ. من السهو والخطأ والنسيات. يعني كده طلعوهم في في مرتبة الاله. نعم. يعني ما تقول سبحانا الذي لا يسه ولا ينسى. تجاه دخلت الاتناشر معاهم. دخل في عقدتهم. تقول ان هذه هو الله فقط عيادا بالله. فالامام لا يسه ولا ينسى. بل وبعدهم كفر من يقول ان النبي يسه في صلاته صلى الله عليه وسلم. او عليه يسه في صلاته. الامام لا يسه ولا ينسى. بل ويعلم الغيب. يعني الامام يعني يعني الشيعة كثير منهم من علماء الشيعة يعتقدون ان علي يعلم اللي بيدور بينه بنك دلوقتي. عليه رضي الله. هو في قبره. هو في قبره. ما اللي بيروح ينادونه ليه. ان تدعوهم لا يسه. ولو سمعوا. ما استجابوا. والمصيبة الاكبر. ويوم القيامة يتفرون بشكل. ويقول لك انت في كفر. طيب دكتور انا هتشراهم عميني يشورولي الوقت خلص. الوقت خلص. فتوعدنا بحلقة تانية. نكمل فيها لان الاسئلة كتير قوي. وانا شرفت وعازك معانا والله يا دكتور غنيمة. استفدت بيها شخصيا غير الجمهور يعني ربنا يبارك فيك واحفظك وكما انا وياك في الفردوس. انا اتشرفت بيك وتشرفت بجمهور قناة النادي حبيبا. الله الله انتظرونا في القاءة تاني مع دكتور رامي عيسى في افاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.